اهلا بكم طلاب و دكاتر توبش مهندسين الصف الرابع الابتدائي مع حل تدريبات اول درس من الترمي التاني تدريبات على كسور الوحدة ظلل حسب الكسر المعطى فيما يلي كما بالمثال عايزة لون اتنين عالتمانية همان كلهم تمانية انا عايزة لون منهم اتنين يبقى لون جزئين ادي واحد ادي اتنين عايزة لون واحدة على الستة يبقى لون واحدة بس عايزة لون ثلاثة على خمسة يبقى لون ثلاث قطعة ادي واحد اتنين تلاتة همان كلهم خمسة عايزة لون واحدة على اربعة لون اي واحدة تعجبك عايزة لون ستة على السبعة هادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عايزة لون خمسة على التمانية لون واحد اتنين تلاتة اربعة وهذا الخمسة عايزة لون خمسة على الستة يبقى لواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عايزة لون ستة على الستة يعني لونهم كلهم اكمل بكتابة الكسر الاعتيادي ثم ارسل نموزجا يعبر عن الكسر المكون كما بالمثال عايزة عد دولة كم واحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة دول خمس كسور يبقى حكتب خمسة وحكتب تمانية واحدة من كل دولة يبقى البسط بتاعنا خمسة والمقام بتاعنا كام تمانية يبقى اللي فوق تقولنا اسمه البسط والتحت اسمه ايه اسمه المقام والخط ده اسمه شرطة كسر واحد عالستة واحد عالستة تنزل اتنين وتنزل ستة واحدة منهم وجوهم ارسم هنا كسر بيعبر عن الكلام بتاعي داياتي هما نقلي واحد عالستة واحد عالستة يبقى ارسم كسر زي كده وايه اجسمه ستة حتة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هعدهم لاقيم ستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهلومه منهم اتنين ادي واحد ادي اتنين هيجي هاجسم 8 حتة هنا مهم انت اعمل ثلاث خطوط واحد اتنين ثلاثة هعده ما لجيومه اربعة واحد اتنين ثلاثة اربعة واحد اتنين ثلاثة اربعة هلوم منهم كم؟ هلوم منهم خمس حتت يبقى ادي واحد اتنين ثلاثة اربعة ودي ايه؟ الخمسة ايه واحد عالسبعة واحد عالسبعة هعدهم كم واحدة؟ واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة يبقى حكتب خمسة على سبعة واحدة ويه هجسم سبع حتت طيب ما قال لك سبع حتات يبقى اسحب منهم خط يبقى هعمل ست خطوط واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وحالو منهم خمس حتات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى هكتب اربعة على خمسة واحدة من دول وحاجسم خمس حتات يعني هعمل اربع خطوط واحد اتنين تلاتة اربعة هعدهم يجبهم خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وحلون اربعة حدد ادي واحد اتنين تلاتة اربعة واحد على اربعة واحد على اربعة هيبقوا اتنين على الاربعة واجسم بيقولك اربعة يعني اسحب منهم خط هيبقوا تلات خطوط واحد اتنين تلاتة عدهم تلاقيهم اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة اتنين بس ملونين أدي واحدة والفيضان الثانية واحد علي الاثنين واحد علي الاثنين سوف نكتب اناً hundreds واحد يمتونين و thirtyٌّة واحد و spouse best 4 و ٣s chỉ لتنقj عاًogrائم واحد علي الاثنين والثاني يبقى 3 على 9 وقال 9 يعني أعمل مستطيل وحسحب من دي خط أعمل 8 خطوط 1 2 3 4 5 6 7 ودي 8 ويهي ألون 3 ادي 1 2 3 1 على 3 1 على 3 1 على 3 يبقى 3 على 3 واجسم مستطيل لتلات حتات وحلونهم التلاتة عشان هو أجلك إيه لون تلاتة اكتب معادلة ومسل الكسر الاعتيادي الذي يعبر عن الأجزاء المظللة مستخدما كسور الوحدة كسور الوحدة يعني لازم البسط بتاحها يكون واحد واحدة على عددهم كلهم كام يعني مثلا لو كانوا خمسة يبقى واحدة على خمسة لو كانوا اتنين يبقى واحدة على اتنين وهكذا 1 على 3 ثلاثة 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 وحيرة ملونين أدي 1 1 واحد. وكلهم كم واحدة? واحد اتنين تلاتة اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة. اربعة اربعة يبقى تمانية. يبقى واحد عالتمانية. واحد عالتمانية. واحد عالتمانية. ما بينهم طبعا زائد. بتنزل تمانية واحدة من دول. واحد زائد واحد زائد واحد. يبقى تلاتة. تعال هنا. في واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى ادو واحد اتنين تلاتة اربعة. على عددهم 1 2 3 4 5 6 على الستة على الستة على الستة على الستة وما بينهم كلهم زائد نجمحهم 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 يبقى 4 على الستة في 1 واحد تاني ملون يبقى 1 على كلهم 4 زائد 1 على الاربعة بتساوي 2 على ايه? 4 يعني ليه نصها ملون يعني نص هنا في كم واحدة ملونة? 1 2 3 يبقى واحد اتنين تلاتة على كلهم كم واحدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يبقى على الستة على الستة على الستة وما بينهم طبعا كلهم زائد قولي يساوي واحد زائد واحد زائد واحد يبقى تلاتة على كم على الستة اللي هي برضو ايه نصها ملون يعني تلاتة ملونين يبقى دي واحد اتنين تلاتة على كلهم اربعة يبقى على الاربعة على الاربعة على الاربعة ما بينهم زائد دولة بتلاتة وتحت يبقى اربعة فوق هنا في واحدة بس ادي واحد على كلهم كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست يبقى واحد على ايه واحد على الستة اكتب عدد كسور الوحدة التي تكون كل مما يأتي كتب لك هنا سلس يعني فيه كام واحدة ملونة في واحدة بس واحد عدد كسور الوحدة فيه كام واحدة ملونة واحد اتنين تلاتة يبقى حكت بكلمة ثلاثة فيه كام واحدة ملونة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبقى من اسمها خمسة اسبع يبقى اخذ الكلمة الاولى خمسة خمسة اسمان برضو اخذ الكلمة الاولى خمسة ثلاثة اسمان اخذ الكلمة الاولى ثلاثة خمسة عشر اخذ الكلمة الاولى خمسة أكمل ما يأتي في النموذج المقابل عدد كسور الوحدة المكونة للواحد الصحيح يساوي نقاط كسور يعني فيه كام واحدة واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى حكتب ايه يساوي اربعة كسور الكسر الاعتيادي الذي مقامه تمانية وبسطه خمسة قال لك المقام تمانية يبقى ايه تحته اكتب تمانية والبسط خمسة يبقى فوق تقعد الخمسة عدد كسور الوحدة التي تكون الكسر سلاسة اخماس هو سلاسة اخماس فهو بيقول لك عدد كسور الوحدة يبقى هو عايز كام عايز التلاتة يبقى يقول له تلات ايه تلات كسور الواحد الصحيح يتكون من نقاط اسداس باين يقول لك الواحد ده عايز افكه الاسداس يبقى باين من اسمه هفكه ست اسداس واحدة على خمسة زاد واحدة على خمسة هننزل خمسة واحدة منهم وهنجمع البسط واحد زائد واحد يبقى اتنين هنا نص زائد نص طبعا معروفة اللي يجنيه بس دي مقامها اتنين ودي مقامها اتنين تنزل اتنين واحدة واحد زائد واحد يبقى اتنين اتنين على اتنين فيها الواحد السبعة شبهة السبعة شبهة السبعة تنزل سبعة واحدة واحد زائد واحد زائد واحد يبقى تلاتة تلاتة على السبعة الكسر الاعتياد الذي يعبر على نقطة E في الشكل التالي هو ده 3 على 9 وده 4 على 9 يبقى نعايز النقطة عندها كام؟ عندها 4 على 9 عدد كسور الوحدة 1 على 8 التي تكون الكسر الذي يعبر على نقطة E بسطها 5 يبقى إذن أقول 5 كسور عدد كسور الوحدة 1 على 18 التي تكون الكسر الاعتيادي 6 على 18 بيساوي كم كسر؟ أنا عايز أكون من الواحد ده عايز أكون 6 مرات يبقى أنا قلتها يبقى كم مرة 6 مرات أو 6 كسور فكر اشترت سارة ومريم فطرتين من نفس الحجم فإذا قسمت سارة فطيرتها إلى 4 قطعة متساوية يبقى أدي أول وحدة اللي هي سارة جسمت الفطيرة بتاعتها إلى 4 أجزاء متساوية وقسمت مريم فطيرتها إلى 6 قطع متساوية يعني هذه مريم جسمت الفطيرة بتاعتها 6 حتات أهم أنت بقى من الشكل اللي هتاخد قطع أكبر هي مين؟ هي سارة لأنها جسمت أربع أجزاء فالجزء الواحد أخذ مساحة أكبر شوية مين فيهم أخذ قطع أكبر؟ سارة اقرأ ثم أجب أوافق أو لا أوافق قالت نوها أنه عند تقسيم الواحد الصحيح إلى أسمان فإن عدد كسور الوحدة اللي هو واحدة على الثمانية المكونة له هو 8 كسور وقال أحمد أنه سيكون عدد كسور الوحدة 6 كسور وقالت مريم أن إجابة نوها هي الصحاب فهل توافقها؟ ووافق لأن واحدة على الثمانية زائد واحدة على الثمانية بيساوي تمانية على الثمانية اللي بتساوي الواحد اختبر نفسك على الدرس الاول اختل اجابة صحيحة اي التعبيرات الاتية له نفسه قيمة الكسر 5 على 6 عد البسط 4 زائد 5 يبقى 9 لا دي عدد شوي طب نشوف دياتي 5 على 6 و 5 على 6 برضو دي عدد دياتي 1 على 6 و 1 على 6 و 1 على 6 و 1 على 6 عدهم 1 2 3 4 5 يبقى ازان هي دي الايه اجابة صحيحة الكسر الذي يعبر عن الاجزاء المزلدة في الشكل المقابل دي 1 2 3 يبقى نختار 3 على كلهم 8 3 على 8 اصغر كسر وحدة من الكسور الاتية هو طبعا الكسر كل ما يزيد المقام بتاعه كل ما تجل الجيمة بتاعته يبقى ازان 1 على 8 اكمل ما يأتي عدد كسور الوحدة التي تكون الكسر سبعة اسمان بيقول لك سبعة اسمان يبقى سبعة تمانية هو عايز يعرف افكها كم مرة اخذ البسط يبقى اختار 7 عدد كسور الوحدة المكونة للكسر 3 على 4 يشاوي نجة كسور بيقول لك كسور الوحدة برضو اخذ البسط هل هو كام 3 عدد الاسداث فيه الواحد الصحيح قال لك أسداس يساوي 6 1 على 2 زاد 1 على 2 نزل 2 واحدة واجمع البسط 1 زاد 1 يبقوا 2 2 على 2 بتساوي الواحد 1 على 5 و1 على 5 و1 على 5 هنزل 5 واحدة منهم واجمع 1 و1 و1 يبقوا 3 هنا بيقول لك الواحدة على التسعة زودت عليه كام عشان يبقى 2 على التسعة بسيطة نزل 9 واحدة واطرح 2 نجس 1 واحد فعلا 1 زاد 1 يبقوا كام يبقوا 2 ضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة وعلامة غضط أمام العبارات الخطأ على خط الأعداد 5 على 6 عدد كسور الواحدة هو 1 على 6 التي تكون الكسر الذي يمثل النقطة K هو 3 يعني عشان أفك الرقم ده بيقول لك 3 طبعا الرقم ده غضط هو بسطه أصلا كام 5 يبقى غلط إذا تم تقسيم الواحد الصحيح إلى أسباع فكته أسباع واحدة على السبع واحدة على السبع وهكذا فإن عدد كسور الواحدة اللي هي الواحدة على السبع التي تكونه هي كام كسر سبع كسور طبعا صح عشان هي سبع السبع يبقى هفكها سبع مرات في كسر الواحدة كلما كبر المقام قلت قيمة كسر الواحدة طبعا الكلام ده صح لما يقول لك 1 على 8 الأكبر ولا 1 على 5 الواحدة على 5 هي الأكبر ليه؟ لأن كلما يجل المقام كلما تكبر قيمة الكسر والعكس النموذج والكسر الواحدة وكسر الواحدة ومعادلة تكوين الكسر ومعادلة تكوين الواحد الصحيح من كسور الواحدة الكسر الاحتيادي نعدهم 1 2 يبقوا 2 على كلهم كم واحدة 1 2 3 4 5 على الخمسة كسر الواحدة يبقى نحكتب دايما 1 لأن كسر الواحدة البسط بتاعه بيكون 1 1 ومقامهم هم كام خمسة يبقى 1 على خمسة معادلة تكوين الكسر حفقهم لوحايد هم 2 على خمسة يبقى هفقهم 1 على خمسة زائد 1 على خمسة حيساوي كام حيساوي 2 على خمسة معادلة تكوين الواحد الصحيح عشان يفق الواحد الصحيح لازم هفقه كم مرة هو بيقول لك 5 يبقى هفقه 5 مرات 1 على خمسة زائد 1 على خمسة زائد 1 على خمسة زائد 1 على خمسة زائد 1 على خمسة 5 على خمسة ليه بتساوي 1 صحيح هنا مش كاتب لي هنا النموذج طب انا استفاد من هنا هنا بيقول لي كام 2 على 3 يبقى هعمل نموذج زي كده وجسمه 3 اجزاء وبيقول لك لون منه 2 يبقى لون منه ايه مربعين اوما انت الكسر الاحتيعدي هم يتنين يبقى هكتب 2 على ايه على الثلاثة كسر الواحدة لازم البسط بتاعها ايه 1 على الثلاثة معادلة تكوين الكسر هم من ثلاثة يبقى هفقها 3 مرات 1 على الثلاثة زايد 1 على الثلاثة زايد 1 على الثلاثة بتساوي 3 على الثلاثة الايه بتساوي الايه الواحد الصحيح هنا 4 على السبعة يبقى هجسم دياتي لسبع اجزاء يعني نعمل 6 خطوط 1-2-3-4-5-6 ولو منهم اربع اجزاء ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة وادي الرابعة الكسر بتاع الواحدة يبقى اخذ واحدة بس منهم يبقى واحد على سبعة معادلة تكوين الكسر الاعتياد من كسور الواحدة هم الاربع يبقى نحفقهم كام اربع مرات واحد على السبعة زايد واحد على السبعة زايد واحد على السبعة زايد واحد على السبعة لما هيساوي كام اربعة على سبعة هكتب الواحد على السبعة ده سبع مرات واحد على السبعة زايد واحد على السبعة زايد واحد على السبعة كده تلاتة واحد على السبعة كده اربعة واحد على السبعة خمسة واحدة السبعة ستة واحدة السبعة كده سبع مرات سبعة السبعة اللي هي بتساوي ايه بتساوي الواحد الصحيح يدعمنا بالاشتراك بالقناة يصل الكل جديد شكرا